يسعد صوحكم جميعاً وجمعتكم مباركة اليوم احنا بالمتنبي من المركز التقافي البغداري وسط شبابنا وناسنا رح نسألهم ونقول لهم اذا ردت تتغير التغيير من وين رح يبدي رح نسأل شبابنا وشوف شون رح يردون علينا على سؤالنا اللي فقرت احنا والناس لهذا الاسبوع عفقوا يعني بداية التغيير يبدي من الانسان نفسه يعني يبدي من ذات الانسان نفسه يبدي من داخلي تغيير من الذات يجي يعني من اريد اغير شي لازم داخلي يعني مقتنع انه اريد اغيره هاي الشعب يقدر يغير من نفسه لكن اكو ظروف وما تشمع لغيره انت تغييرك انت منين يبدي يعني هي باعي البيئة عامل كلش يعني مؤثر على الانسان بالاضافة للانسان يقدر يطور نفسه وينمي نفسه من خلال دراساته من خلال قراءته من خلال استيعاب الامور منطقية يعني هو الانسان يبدي بنفسه على مود يقدر انه يوصل لطموحه من يفكر بصورة حسنة من ينظر الجوانب السيئة والسلبية لكل تصرف يتصرفها وكل شخص يلتقرها نانا هو حيكون هو هذا اساس التغيير للسنة الجاية على الشاب يبني نفسه أخلاقيا من خلال متابعة نفسه بالدراسة بناء طاقات شابه مثل بناء العمل التطوعي لتنظيف الشوارع وهي امور يقدر الشاب يبني نفسه الهناني شفنا اراء شبابنا وشنو قالوا على التغيير من وجهة نظري التغيير يبدأ من القرار بالتغيير الهنان تكون انتهت فقرات احنا والناس من برنامج خوشحتي انتظروني لسبوع الجاي بحلقة جديدة لا تنسون التابعون برنامج خوشحتي على المواقع الخاصة بـ www.صوت المستقبل شكرا